في ظاهرة يصفها أهالي منطقة مريمى بمدينة سيئون بالغريبة فوجأ الأهالي بتسرب المياه من هذا الجبل المحاذي للمنازل دون معرفة الأسباب الأمر الذي تسبب في تشقق عدد منها وأصبحت مهددة بالانهيار ما قد يضطر ساكنيها للنزوح إلى مناطق آمنة نحن فجأة ظهرت علينا المجاه هذه معا أننا هنا سنين قديمة ما نشهد مثل هذا الشيء فإن ظهرت علينا المياه من عدة أماكن مما أدى إلى تشقق بعض البيوت وخروج أهلها منها من ضمنهم أنا والجيران كلهم هذالما يقارب يمكن ستة أو سبع بيوت هذه اللي أصبحوا مهددين ما يخرج من الجبل وإننا عافية من أين مصدره برضها أصحاب المياه ورحنا للمياه ورحنا للمياه الجوفية ورحنا ما أفتنحنا فيه ولحنا عارفين مصدره من أين لماذا تسرب للمياه دون معرفة مصدره حتى الآن يزداد معه قلق الأهلي كميات من المياه يتم تفريغها يوميا من هذا المكان بعد تراكمه بصورة تشبه عملية التقطير إلا أن التدفق يزداد خلال ساعات الليل نحن بدأنا مع أصحاب المياه ونتعرف على أسباب هذه المشكلة وبدأنا إن شاء الله في هذا وإن شاء الله أننا نتعرف ونحل خاصة بيوت الناس والمواطنين المهددة وأنه في الآونة كذلك أنه زيادة المياه أكثر كانت ولذلك نحن نطالب ولازمنا نطالب أنه بدل الأكثر شيء في المسعى وفي نفس اللوقت معرفة هذا السبب السلطة المحلية أجرت نزول للموقع وشكلت لجنة لمتابعة الأضرار مكونة من مدير الموارد المائية ومدير السياحة والأثار وعدد من الخبراء للوقوف على تلك المشكلة ومعرفة أسبابها وإيجاد حلول لها قبل استفحالها والتسبب بكارثة لساكن المنطقة حدد مساعد قناة بلقيسة من مدينة سيئون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر